التدريب على الإنشاء السرد تعريف السرد انتاج نص سردي ذي أحداث متسلسلة السرد الخطي زمن الأحداث وزمن القص انتاج نص سردي سردا خطيا انتاج نص سردي أحداثه غير متسلسلة السرد غير الخطي زمن الأحداث وزمن القص انتاج نص سردي سردا غير خطي إنتاج كلي، ترتيب الأحداث في القصة ترتيباً خطياً ثم ترتيباً غير خطي إنتاج نص سردي ذي بناء ثلاثي وضع البداية، حالة استقرار سياق التحول، حالة اضطراب حالة اختلال توازن حالة اضطراب معاكس وضع ختام، استقرار جديد تأثير الأحداث زمانياً ومكانياً الإطار المكاني، العام الخص الإطار الزماني، العام الخص الإطاران المكاني والزماني في وضع البداية الإطاران المكاني والزماني في سياق التحول الإطاران المكاني والزماني في وضع الختام علاقة الإطارين المكاني والزماني بالأحداث والشخصيات إغناء السرد بالوصف طريقة ارتباط الوصف بالسرد الوصف في خدمة السرد وظائف الوصف الوظيفة التأثيرية الوظيفة التأثيرية الوظيفة الزخرفية بناء الشخصية القصصية التعريف الشخصية القصصية أنواع الشخصيات شخصية البطل مواصفات شخصية البطل الشخصيات الثانوية شخصيات مساعدة شخصيات معرقلة العلاقات بين الشخصيات ثنائية الظاهر والباطن الاتسال والانفصال الحب الكراهية نقطة 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 اغناء السرد بالحوار التمرين التطبيقي اغناء السرد بالحوار انواع الحوار الحوار الباطني الحوار الثنائي المحادثة توظيف الراو في النص السردي انواع الرواة الراو العليم الراو الشخصية الرؤية من الخارج النحو واحد النواة الاسنادية نوع الاسنادي نواة اسنادية فعلية نوع الاسنادي نواة اسنادية اسمية النحو اثنان الاشكال الاساسية للجملة الفعلية الشكل الأساسي فعل لازم مع فاعل الفعل اللازم مع الفاعل الفعل في الجملة الفعلية الفعل اللازم المركب الفعلي مع الفاعل الأشكال النحوية للفاعل الفعل يطابق الفاعل في الجنس النحو 3 الأشكال الأساسية للجملة الفاعلية الشكل الأساسي فعل متعد مع فاعل مع مفعول به النحو 4 الشكل الأساسي فعل متعد إلى مفعولين مع فاعل مع مفعول به أول ومفعول به ثاني النحو 5 الشكل الأساسي فعل مبني للمجهول مع نائب فاعل فعل مبني للمجهول مع نائب فاعل مع مفعول به النحو 6 الأشكال الأساسية للجملة الإسمية، الشكل الأساسي ناسخ فعلي اسمه مع خبره الأشكال الأساسية للجملة الإسمية، الناسخ الحرفي مع اسمه مع خبره الجملة الإسمية المسبوقة بناسخ حرفي استكشاف النواسخ الحرفية معاني النواسخ الحرفية النحو شرطة سبعة إغناء الجملة بالمتميمات التمييز الحال المستثنى المفعول المطلق المفعول لأجله تعريف المفعول فيه أنواع الظروف الظروف المبهمة الظروف المختصة خصائص المفعول فيه الصرف واحد الجذر وأنواعه جذور غير سالمة الجذر المعتل الجذر الناقص الجذور حسب عدد الحروف تعريف الجذر الجذور السالمة الجذور غير السالمة الجذر المضعف الجذر المهموز الجذور غير السالمة المعتلة جذور غير سالمة الجذر المعتل اللفيف المفروق والمقرون جذور غير سالمة الجذر المعتل الجذر الأجوف جذور غير سالمة الجذر المعتل الجذر المثال الصرف اثنان تصريف الفعل المجرد تصريف الفعل المجرد المشتقي من الجذر السالم تصريف الفعل المجرد من الجذر المهموس تسريف الفعل المجرد المشتقي من الجذر المضعف تسريف الفعل المجرد المشتقي من الجذر المثالي تسريف الفعل المجرد المشتقي من جذر أجوف